اكيد دي النهاردة يعني باسم مورسي كان في نادي سبورتينج تانتا نادي خاص كده في تانتا وكان بيلعب تنس مع اصدقاء طبعا هو تغيب عن تدريب نادي الزمالك ان فيه قرار من نادي الزمالك بمنعم التدريب مع الفريق الاول وتحويله التحيق بسبب عدم توقيع او عدم تجديده مع نادي الزمالك يعني اتمنى ان مشكلة دي تخلص ان شاء الله باسم لعيب كويس لكن عايزة عارفه حاجة ان نادي الزمالك يعني عمل اسم باسم مورسي طبعا كل اللعيب حر في قراراته حر ان هو يجدد او ما يجددش دي حاجة ترجع له انا يعني بقولي الكلام ده لكن نادي الزمالك وباسم عارف الكلام ده باسم على فكرة حبيبي واخويا وصديقي وانا كنت امتابعه من نادي الانتاج الحربي وكتير اتكلمت عليه وهو في الانتاج الحربي قلت يعني باسم حنشوفه في نادي كبير قريب لما كان ساعتها في الانتاج الحربي وكان سبب في انضمامه نادي الزمالك كابتن اسمعيل يوسف ان هو كان مسكه في الانتاج الحربي وبعدين جي مسك في الزمالك فقدر يخلص باسم مورسي مع ادارة الانتاج الحربي طبعا ومن خلال برضو مرتضى منصورة اس نادي الزمالك لكن عايز برضو باسم نحط في دماغه ان هو ليه جماهيرية كبيرة في نادي الزمالك نادي الزمالك ساهم بان باسم مورسي اسمه يكبر ويبقى من هدفين الدوري ان باسم مورسي لو قاعد يلعب في الانتاج الحربي ويلعب في قندية مش اهلي او زمالك ما كانش هيبقى باسم مورسي بتاع دلوقتي طبعا هو اكتهد وموت نفسه واخلص وعمل ماتشات كويسة لكن باسم ما قالوش سنتين ثلاثة في نادي الزمالك فلازم باسم يفكر كويس مش عايزه يخش في عند ضد نادي ضد نادي الزمالك لو هو شايف ان هو مش عايز يجدد خلاص يقول فيش مشكلة الزمالك مش بيقف على حد ولا الاهل بيقف على حد ولعيب عظام كانوا بيلعبوا وبطلوا قبل كده كتير يعني فيه امثلة كتير لكن لازم هو ما يسبش نادي كده يعني لازم يسيب لو هو عايز خلاص واخد قرار ان هو يسيب نادي الزمالك يسيبوا بشكل محترم بيسيبوا يقول لي يروح للناس يقولهم يا جماعة معلش انا عندي عرض في حتة تانية خارجية وشايف ان مستقبلي برا او شايف ان مستقبلي في الحتة الفلانية او ممكن عايز يروح نادي داخلي اهلي مش اهل يعني هو حر كل لعيب حر ادام عقده هيخلص في نهاية الموسم كل لعيب حر لكن لازم يحط في دماغه ان النادي ده هو اللي عمل باس المرسي واللي كبر باس المرسي اه وفي نفس الوقت لو عايز يمشي مش عيب بنشوف لعيبة كبيرة جدا في العالم في اكبر انداء في العالم يعني بنشوف مسلا في المانيا لعيب بينتقل من بروسيا دورتموند بيروح باير ميونيخ زي هاملز مسلا مدافع الراجل بيجي قبل مع عقده يخلص بيقولهم يا جماعة معلش انا مش هقدر اجدد انا جايلي عرض اكبر من نادي باير ميونيخ يعني هاملز ده كان نجم بروسيا دورتموند وكابتن فريق بروسيا دورتموند جي قبل مع عقده يخلص بست شهور قال لهم راح للنادي المسؤولين في بروسيا دورتموند قال لهم يا جماعة انا اه اتشرفت كتير اللي انا لعبتي في بروسيا دورتموند وكنت كابتن الفرقة وجزء من كيان النادي الكبير لكن انا جايلي عرض من باير ميونيخ اللي هو المنافس بقى شوفوا يعني شوفوا اللي حدرافية اللي هو المنافس بتاع بروسيا دورتموند باير ميونيخ ويعني انا حمضي في باير ميونيخ وحلع في باير ميونيخ الناس في بروسيا دورتموند احترمته الادارة وفضل يلعب في بروسيا دورتموند لمدة ست شهور لغات مع عقده خلص وهو ماضي في باير ميونيخ الجماهير زعلانة منه بتاع بروسيا دورتموند يا فادي شيء طبيعي لك انا بتكلمكم على الاحترافية وبعدين الموسم خلص الرجل راح رايح يعني انضم الباير ميونيخ وايه بقى فاول ماضي مع باير ميونيخ لعب ضد ناديل قديم في كاس السوبر الالماني ضد بروسيا دورتموند شوفوا بقى الكورة فمش عيب لو بس ان مش عايز يجدد مع الزمالك يروح يقول لهم يا جماعة انا جاي لي عرض اكبر انا عايز اروح الاهل او جاي العرض من الاهل او انا عايز العب حتة خليجية جاي لي عرض خليجي بفلوس كويس عايز اقمن مستقبلي عايز يجدد لازم يقعد كده انا بس عايز مثلا عقدي بقى كذا ويتفاهم مع الادارة لكن ما ينفعش نزام اللي احنا ايه اا اا يبقى فيه اا يعني مش عارف اجيب اللفظ بتاع الموضوع بس يبقى فيه دلع شوية او اا يعني مفروض باسم يبقى مع الزمالك يعني مع الزمالك النادي اللي عمل اسمو ااا يعني يبقى فيه شوية عايز اقول اللفظ كده مش عارف اجيبه يبقى فيه شوية تقدير من باسم للنادي الزمالك حتى لو باسم مش هيجدد ما أنا بقول لكم يعني ادتكم مثل بلعيب ايه كبير في ألمانيا يروح يقول لهم أنا مش عايزة جدد أنا جاي لعرض الفلاني الفلاني أنا عايزة روح الأهل أنا جاي لعرض من دولة خالجية وحاخد فلوس كتير وعايزة أمن مستقبلي فخلينا نشوف يعني بس أنا طالب أن باسم يحسم الأمور ويقعد مع إدارة الزمالك ويحترم إدارة الزمالك ويقدر إدارة الزمالك حيلاقي إن خلي بالكو اللي بيقدر بص مرتضى منصور عنده عنده حاجة في شخصيته اللي بيقدره واللي بيحترمه ويقول له أنا تحت أمرك وأنا أخدم نادي الزمالك وأخدم كذا يعني عمر جابر مثلا كان فيه فترة من الفترات أهو عمر جابر قدامنا في الصورة عمل كرة الباس مورس كان فيه فترة من الفترات فيه خلافات مع المسشوار المرتضى منصور بسبب موضوع الويت نايتس والمشاكل اللي أنتو عارفينها من فترة كده لكن عمر كان راجل وراح قال مرتضى منصور أنا نادي الزمالك ده نادية وأنا تحت أمر النادي وأنا جايلي عرض وعايز أسافر وعايز الزمالك يبقى مبسوط وعايز الزمالك ياخد فيه مقابل مادي وفعلا نادي بازل السويسري جي تفاوض مع نادي الزمالك أو ساعتها وفد من نادي الزمالك سافر لبازل واتفقوا على مبلغ مش عارف مليون ونص يورو مليون وخمسمائة ألف يورو وعمر جابر انتقى لنادي بازل وعمر بييجي نادي الزمالك دلوقتي لما بيكون جاي مثلا في أجازة بينزل يتمرم مع الفرقة والجماهير وبيروح يقعد مع المشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة في نوع من التأدير المتبادل ان عمر لما كان عنده رغبة ان هو يسافر احترم نادي الزمالك وقدر نادي الزمالك وأنا مش بتكلم عشان الزمالك وأنا زمالكي أو لا أنا بتكلم عمتا في أي نادي نفسي دايما أشوف التعامل الحلو ما بين اللعيبة والإدارات الأندية وهما بيمشوا يعني واللعيب بيمشي من نادي وهو ممكن يكون عايز يمشي ما حدش يمسكه غصبا عنه ويمضيه لا أكيد الزمالك برضو حيقوله لو أنت عايز تيبشي ما فيش مشكلة لكن يعني لازم يبقى فيه تأدير وفيه احترام متبادل ما بين اللعيبة وما بين النادي ممكن يكون باسم برضو أنا حقول لكم كل التفاصيل بدون ما أخبي عليكم باسم برضو كان فترة من الفترات دخل في مشاكل وزعل من المسشار مرتضى منصول المسشار مرتضى منصول كان طلع في فترة من الفترات ويعني دخل جامد شوية في باسم مرسي فممكن باسم شايل من قبل كده لكن كل الكلام ده لازم باسم بقى نجم وبقى يعني مفروض كان يبقى في منتخب مصر الفترة الحالية ويسافر مع المنتخب وأمم أفريقيا كان هدف الدوري من أهم اللعيبة في نادي الزمالك باسم مرسي كمهاجم فلازم يبقى فيه تأدير لازم برضو يراعي جماهير نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك وزي ما قلت لو هو عايز يمشي يروح لإدارة نادي الزمالك كلما أنا عايزة مش أنا مش عايزة أجدد أنا عندي كذا أنا عايزة أأمن مستبالي أنا حاخد في حتة تانية فلوس أكتر سواء داخلين أو خارجين ده يعني رأي فيه الموضوع وطبعا كل واحد ليه رؤية مختلفة نحن بنقول اللي مفروض يحصل وممكن فيه حاجات أنا معرفهاش فيه الخلفيات أو فيه حاجات سرية أنا معرفهاش